أنقذوا أنفسكم أنقذوا بناتكم وزوجاتكم أنقذوا محارمكم قبل أن يفجأكم من غضب الله ما لا تطيقون والله لو خرج واحد من من قبلنا بعشر سنوات ثم نظر إلى نسائنا نوجد الفرق بعيدا بين النساء في ذات الوقت وفي هذا الوقت القليل تغيرت الأمة تغيرت الأزمنة تغيرت الملابس كل ذلك بسبب التفريق وعدم المبالات وعدم قوامة الرجال على النساء وعدم قيام الأمهات على بناتهن إذا نشأت الأم بناتها الصغار على العري على ملابس السوى وملابس الفتنة فكيف ونشأت البيوت على هذا فكيف يرجع للأمة حينئذ يرجع لها مستقبلا طيبا سالما من الفتن إذا سمحنا للفتن أن تدب إلينا تدخل بيوتنا ومجتمعاتنا هلكنا جميعا فإن الله جل وعلا قال واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة فإن المعاصي والمنكرات إذا ظهرت ولم تغير فإن العقوبة تتعم الجميع الصالح والطالح الطالح لأنه عاصي والصالح لأنه لم يمكن ولم يقم بما أوجب الله عليه فتعمهم العقوبة والعياذ بالله علينا أن نتقي الله اتقينا الله أيها النساء تواصينا بالحق تواصينا بالصبر اصبرنا على الفتنة لا تنسلخنا مع من انسلفنا من الفاسدات ومن النساء المستغربات ويقولون هذا تشدد وهذا تنطع وهذا إلى آخره هذا تحجر يصفون الإسلام بهذه الأوصال نصفون من يتمسك بدين بهذه الأوصال لكن علينا الصبر وأن لا نلتفت إلى هؤلاء ولا إلى مقالاتهم بل نتمسك بديننا وأخلاقنا حتى نسلم من عقوبة الله سبحانه وتعالى يا أيها النساء اتقين الله اتقين الله اتقين الله في أنفسكنا وفي بناتكنا وفي من حولكنا اتقين الله اوطلنا المجتمع من عقوبة محدقة إلا إن رحمنا الله سبحانه وتعالى أسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لصالح القول والعمل صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وأصحابه يجب